في وقت وضح فيه جداً إن إحنا عندنا أزمة للطاقة أزمة حالية وأزمة كمان بتنظر بمشكلة أكبر بكتير في وقت بدأ فيه التفكير في اللجوء للفحم علشان ندور بيه المصانع وطبعاً يعني كان فيه كثير من الكلام والاعتراضات اللي أساسها بيئي وأيضاً صحي وطبي في وقت إحنا يعني العادي كده إيه ما بين ساعة ساعتين كل يوم كده يعني مقرر أطى كهرباء وده إحنا لسه يعني مقتبر في الشتاء يعني ما دخلناش لسه على الصيف اللي هو الاستهلاك والتحميل اللي بيش يكون أكتر في كل الدوات بنحاول ندور والعالم كل الحقيقة دور من زمان على مصادر بديلة للطاقة في مصر فيه الكثير والكثير من الطاقات اللي أنت يمكن استخدالها أو المصادر اللي يمكن استخدالها إنها تكون مصادر بديلة للطاقة وما فيش أحلى من شمس مصر كثير من التجارب اللي شفناها على مستوى صغير في مصر الحقيقة على مستوى مصر كلها جربت الطاقة الشمسية في إدارة أو في توليد الطاقة إلا أن هناك مبادرة ومبادرة طموحة جداً مبادرة بتدعم هذا الموضوع إنه هو يكون هدف قومي وإنها تطبق بالشكل قومي وتحديداً يمكن كمان على كل المنشآت الحكومية وكل المصانع أو أغلبية المصانع نحن نعرف أكتر عن هذه المبادرة ومبادرت يلا شمس واللي انطلقت بالأمس انطلاق رسمي من خلال رئيس هذا المنتدى الأستاذ أحمد موسى صباحاً خير صباحاً خير مظبوط اللي احنا قلناه يعني فعلاً احنا مندور على مصادر وحنا عندنا الشمس بشحلة منها ربنا يخليها لنا السنين للعمر كله عرفنا أكتر عن المبادرة إيه اللي حصل مبارح أيضاً الحقيقة مبارح بدنا الحاملة القومية ليلا شمس دي مبادرة انشعت مننا كمصريين بحيث ان المصريين كلهم يقدروا يشاركوا فيها بكل مؤسستها أفراد شركات جماعات مصانع كل الفنادق سياحية بحيث ان هو يكون مشروع قومي يقدم الاقتصاد القومي لأن احنا داخلين على أزمات في الكهرباء ما حدش يعرف في مدىها حتى وصلنا فين صحيح هل احنا منتكلم فقط على الكهرباء ولا عن توليد الطاقة بشكل عام هل احنا منتكلم عن خطة مثلاً بمراحل هل في شركات عالمية مختصة مثلاً هي اللي حتدعم هذه المبادرة يعني الموضوع ماشي ازاي ولماذا دعمت كل هذه الجهات سواء الحكومية او الخاصة هذه المبادرة بالتحديد مع العلم ان في كثير من المبادرات طلعت بهذا الشكل قبل كده حقيقة المبادرة دي عندنا شقين احنا المبادرة بادية مننا كافراد احنا مش هنستنى الحكومة تعملنا كل حاجة خليها ناس عمليين كل بيت في مصر حاسس وعنده مشكلة الكهرباء عرفة صحاب المصانع عارفين المشاكل دي كلها الفنادق عارفين نفس المشاكل كل واحد قاعد نستنى لما حكومة تعملوا كل حاجة احنا بنقول لا النهاردة مصر بقى ممكن ومتوفر فيها توصيل الكهرباء ويدخلها على الشبكة اللي احنا بنسميه اون جريد يعني اربط مع الشبكة العمومية وقتها رسائم في حل هذه المشكلة لو الافراد بدأوا بمجود بسيط جدا ولو واحد في المية من احتياجه واثنين في المية بس ابدأ بنفسك الاول هنقدر نغير كتير جدا فكل واحد النهاردة بيتكلم على انا بحب مصر انا بموت فيها انا برفع علم في الشارع بقوله لا مش كفاية معلمات دي كلنا عارفينها وكلنا موجودين فيها خد اكشن اعمل عمل فاعلي خليج ايجابي ايه بقى المطلوب منه هو المطلوب منه انه هو حسب امكانياته انا بقول امكانياته في الاول يبدأ يشارك بجزء يضيف ليه لشبكة الكهرباء العمامية بتاعتنا وهو انه يبدأ ولو يشتري بانلز واحدة لوحة واحدة استثمر شديد خمس تلاف جنيه في وحدة هتضيف اضافات جديدة لشبكة الكهرباء وغيرك هيعمل وحدة وغيرك هيعمل وحدة لوحة بقى يعمل ايه يعني دلوقتي احنا خليجي نكلم ان محدش عارف الموضوع ده باشي ازاي خالص طب انا حلوك طب فبالروحة كده دلوقتي احنا مفهود احنا نروح نشتري لوحة ايه من اين احنا انا النهاردة زي حبستها لحضرتك يعني فاكر حلاتك موضوع الغاز والبنزين ايوه تمام الناس قال لهم انتوا عايزين تحولوا عربيتك وغاز ماشي تروحوا البنزينة الفلانية حيعملوا لكم الشيء الفلاني حتدفعوا كذا وحتروحوا تمامونوا من كذا طب انا النهاردة عايزة ماشي بيتي بالشمس اعمل ايه حنبدأ نشرح من الاول نعم في شركات موجودة مسجلة في جهات كتيرة في مؤسسة سيدة في هيئة الطاقة المتجددة في يلا شمس النهاردة عندها لستة خاصة بالشركات اللي تقدروا يتصلوا بيها متاحة على ايه على المواقع على المواقع الحقيقة على المواقع احنا حنبدأ حقيقة تفعيل الموقع بتاعنا من يوم الاثنين الجاي بحيث تكون الشركات لان احنا لسا نبادرة كانت مبارع فبس محتاجين اليوم الاثنين ان شاء الله حنكون موجودين كل اللي عايزين نقولوا احنا هنرد على كل استفسارات الناس هنشرح لناس ازاي يوصلوا وازاي يبدأوا ماشا فيه لستة بقى بالشركات دي وبعدين الشركات دي بتوفر ايه؟ الشركات دي بتوفر الواح تاقة شمسية زائد جهاز ربط عشان يسهل للناس الالواح دي تمنها بيبقى في حدود من 2000 ل3000 جنيه مع جهاز الربط ممكن برضي بقى في حدود نفس السعر تقريبا نقول 5000-6000 جنيه حد قدنا على سين يبدأ اي حد يعمل حاجة هنا الوحدة دي بتولد كمية من الكهرباء لك عند تخيل اللي هي طولها متر 50 في متر مثلا دي بتقدر دي في اليوم الواحد واحد كيلو وات ساعة نقدر نعرف من فواتير البيوت كلنا عندنا الكاف واو سين دي اختصار كيلو وات ساعة لو كل واحد قاعد يقدر في بيته وفي منزله يعمل ده حنقدر نجيب ملايين وحنبقى مش محتاجين من حد حاجة الواحد كيلو وات ساعة ده يعني مثلا فندم يكفي اخيان ومسلا هل ده الاستخدام منزلي ولا هل ده الاستخدام مثلا عمارة ولا بيء يعني ويكفي قد اي وقت وكام على مثلا احمال مثلا اي يعني البيت كله يبقى منور بالاجهزة هو الاجهزة والكهرابا بتاعته موجود زي ما هي مش هنقرب لها وشبكة العمومية موجودة عنده مش هنستغنى عنها احنا كل حكاية الكمية اللي هو هينتجها ها هيربطها مع الشبكة هيدخها في الشبكة العمومية للكهرابا لكن هو لاني مش هيحس باي حاجة يعني مش هعمل بطلط زي بلزيل والغاز يقنفصل بقى نقول لنا انا حفصل الكهرابا اللي جاية من الشارع وحشغل جهاز الطاقة الشمسية ما فيش حاجة مندي خالص خب كل الحكاية بيعمل ايه بيساهم بيساهم والعداد بدل ما بيقى ماشي في اتجاه واحد بيبقى ماشي في اتجاهين وبيقف ويقول له الاخر انت كان عليك الف لا ده انت اديتني منهم تلتمية انا بخصملك ده من تلتمية زي الرصيد زي الرصيد انت بتحوش فيه هنا ده على مشتوى انا بقول نبدأ به انما انا بكلم على المصانع بكلم على المنازل والبيوت الموجودة في شرق وغرب القاهرة اللي عندهم مسطحات واسعة يقدروا ومقتدرين بشكل اقدر شوية بصراحة فهو المقتدر النهاردة دعم اقتصاد بتاع بلدك ساهم خليك ايجابي علشان المشكلة مشكلة خاصة بينك طيب خلينا نتكلم اكتر انا اكيد في تفاصيل كتيرة جدا فكرة ان برضو المبلغ ده حتى لو كان على المقتدر احنا في ظروف يعني الحمد لله يعني جميلة الحقيقة يعني برضو ممكن يكون صحب فخلينا نقول المبادرة دي هتقدم ايه انها تدعم ده اقتصاديا هل مثلا ممكن الجهاز ده مثلا يتقصت هل ممكن يتعامل يبقى فيه رعاية سبونسرز فيه دعم من الشركات دي فيرخص تمام الجهاز ده يعمم ينتج حتكلم عن المضادة بشكل اوصح نعرف انت وصلتوا لأيه برضو في القصة دي لكن خلينا نشوف هذا التقرير هذا الفيديو نرجع تاني مصر دلوقتي بتعاني من عجز في الوقود يصل لحوالي 15% وكل يوم بيزيد في نفس الوقت اللي 60% من غاز مصر يستخدم لتشغيل 80% فقط من محتض الجهربة والباية بيشتغل بالمزود مع ان الشمس موجودة على طول الحل دلوقتي في الطاقة الشمسية الخلايا الشمسية هتكلفك مبلغ مرة واحدة بس بس هتدخلك الكهرباء للأمان دلوقتي لو ركبت خلايا طاقة شمسية الحكومة هتحسبك على الفرق بين استهلاكك من الشبكة الحكومية والخلايا الشمسية مش بس كده 2% من اللي هتدفعه هيروح لإدخال الكهرباء في المناطق النائية من طاقة الشمسية عن طريق مبادرة يلا شمس لو انت صاحب مصنع هتقلل الطاقة غير المتقدرة في مصنع يعني احتمالية ربحة أعلى مش كفاية نقول احنا عايزينين مفيش عصايا سحرية الواقع ان في مشاكل محتاجانة كلنا عندنا مشكلة الطاقة والحل في قدامنا بتشتكي من الكهرباء بتتقطع كن جزء من الحل حول للطاقة الشمسية النهاردة بلدك محتاجى لك كفاية كلامي هيئة الطاقة الجديدة والمتقددة وهي تبع وزارة الكهرباء واضح انها بتدعم هذا المشروع قدمت ايه وزي ما قلت رحلتك تاني السؤال هو هل مين جهات ايضا لتدعم هذا المشروع هتك لتني مجموعة من الاسامي هل في جهات خاصة ايضا الدعم ده هو دعم مجرد معنوي ولا ماددي يعني ايه البقى اللي بيحصل احنا طبعا هذه الطاقة المتقددة بالدعم هذا الموضوع جهاز حماية المستهلك دكتور حافظ الموبي ايد هذا الموضوع والحقيقة ولهم اجهود عظيم في هذا الشق الاختار الخاص ايد هذا الموضوع بس الناس مش عارفة تبدأ منين فاحنا ده الهدف الهيئة بتاعنا التوعية للناس ونقولهم يبدأوا ازاي احنا منقول كل واحد بيحب البلد وعايز يشارك عنده كذا اتصال موجود يلا شمس موجودة هي الطاقة المتقددة موجودة تعالوا نقعد مع بعض نبدأ ونحط المصاري الموجود احنا معنا بالاضافة لكده الجامعة البريطانية ودخلنا الحقيقة الطالبة في طالبة ممتازين هناك وليهم دور فعال واجابي جدا لانه هما اللي حتولوا عملية التركيب بتاع الوحدات الموجودة اللي حنجيها للناس المحرومة من الكهرباء من ضمن المبادرة بتاعتنا الشق الاجتماعي ان كل واحدة الطاقة شمسية بيتم تنفيذها بناخد اتنين في المية من هذه القيمة نبعتها للقرى والنجوع المحرومة من الكهرباء وده اللي بتولوه طلبة الجامعة البريطانية مع بعض الجامعات الأحلية الموضوع ده المشروع ده مرتبط بشكل أساسي بوزارة البيئة هل وزارة البيئة بتدعمكو؟ هل فيه شخصيات أيضا أخرى بتدعمكو؟ طبعا وزارة البيئة مجلس الوزراء الحقيقة اللي بيدعمونا دعم في هذا الموضوع طبعا دكتورة الأسكندر دكتورة نهار حجازي بيدعمونا في هذا الموضوع لكن دعم الحكومة لا يكفي لوحده دعم المجتمع المدني عايزين دعم الأفراد عايزين دعم الشركات عايزين دعم كل مكان النادي الاجتماعي النوادي تبدأ تحول تبدأ تتحرك المدارس لو بدأ في كل مدرسة يقولوا لا تعالوا نعمل واحدة لكمدرسة إن أنت شاركت في حل المشكلة القمية ونشوف ده بيتركب وشوف ده بيحصل والطلميز يشوفوا الموضوع ويشوفوا أن ده لتأثير وعكاين جبارهم فطوت الكهرباء ويلاقوا أن فيه فعلا فرق ويا جماعة احنا كنا نستغل ده كنا ندفع كذا من ثلاثة شهر بعد ما ركبنا الجهاز أعتقد أن الناس بتاخد بالأرقام هي ده أكتر حاجة بس برضو فكرة انغلاء الجهاز سعره برضو مش بسيط ده أعتقد أن ده ممكن يكون للمرحلة الجاية ليكم هو ده الخطوة الجاية إحنا إزاي نقدر نوفر الجهاز بسعر أبسط ده نفس فكرة موضوع الغاز كانت هي نفس الفكرة ونفس المشكلة المؤسسات تقدر تعمل أكتر من كده إحنا أفتكر إحنا قبل الفترات زمان كان في حاجة اسمها معونة شتا وكان حاجة اسمها المجهود الحربي صحيح يمكن إحنا مرنا بهذا كنا كل طلبة وكنا بنشارك في هذا النهاردة لو في كل مدرسة أبدأ أعمل عندك واحدة أو اتنين وفاهم الطلبة إيه اللي بيحصل كل طالب يتبرح بحاجة وأعتقد أن خمسة ثلاث جنيه بلزمها درس خاصة يعني ده يعتبر يعني تمن مصروف بيتدفع في طالب في سنة تانية تدائي ما تكلم في في كانت يتبرح بيها بس لازم نازل كلها تشارك لازم أن لولاد الأجيال الجاية تفهم أن ده موضوع قومي دي مصر مش هنقدر أمور تستمر بهذا الوضع الحالي في ذلك الأسماعات اللي جاية دخلنا حالك ذكرت دكتور ليلة سكندر وأعتقد دكتور ليلة سكندر قبل ما تكون وزير للبيئة هي أيضا كانت معنية جدا بموضوع توليد الطاقة من القمامة لأنها كانت برضو من أكتر النشطات في هذا الموضوع وكانت يعني معروفة وأعتقد أنها بتدعمكم في القصة دي أعتقد زي مؤونة تاني أن دعم هذه الشخصيات اللي لها مرجعية ولها شكل إيجابي عند الناس بيساعد غير أن هي وزيرة بس أعتقد أن الشخصيات برضو بتفرق طبعا طبعا دكتور ليلة سكندر بكل الدعم لها وحقيقة لا تبخل جهدا أن هي تروح في أي مكان عشان تشارك ويبقى لها دور في هذا الموضوع ده كان مبارح ده كان مبارح فيه بانل واضح أو فيه لجنة كبيرة ممكن نتعرف برضو على الشخصات اللي كانت موجودة مبارح والحاضرين أيضا لو بدنا من الشمال الحقيقة ده أنا أحمد موسى الجنبية كان حقيقة مستشار وزير السياح بعدين المندوبة هيئة طاقة المتجددة المتجددة بعدها مجلس الوزراء أعتقد طبعا دكتور ليلة رئيس الجامعة البريطانية الحقيقة برضو الأخليمين برضو أعتقد كان مجلس الوزراء مبارح أعلنتوا عن انطلاق المبادرة أنا شايف يعني أعتقد أن موضح من المتابعة أن هي المرحلة الأولى هي مرحلة التوعية مرحلة بقى نحن نتكلم فيها بننشر هذه الرسالة بننشرها عن طريق المواقع الإلكترونية في الشوارع في الجامعات ثم بعد يعني زي مقلنا تاني هل هي مراحل أو المرحلة كانت تعريف الناس بالدعوة ثم ماذا يعني إيه اللي جاي بقى ثم ماذا الخطوة اللي بعد كده أن يبدأ تفعيل إيجابي مع المجتمعات وده إحنا بنركز فيه بنطالب إخوانا وأخواتنا الصحفيين الشرفاء اللي هم يدعموا هذه الحملة ويبدأوا بنفسهم بأي جزء وده اللي بنقول حتى اللي معهش خمس تلاف جنيه يدفع ثلاث تلاف جنيه اللي اتنين الجيران يشاركوا لو كل عمارة فيها أربع خمس شواء يشاركوا يعملوا حيخدموا نفسهم أول ناس هل القاهرة هي أكثر المدن أو أكثر المناطق القاهرة الكبرى يعني هي أكثر المردن والمناطق استغلالا أو استهلاكا للكهرباء ولا الموضوع ملوش علاقة بالعاصمة وغيرها لا الحقيقة يعني طبعا هو موضوع أساسي القاهرة طبعا أكبر محافظة في مصر وأكبر منطقة صناعية في مصر أعتقد تحويز أكبر نصيب وهل الحملة أو الدعوة دي لها مراحل يعني هل بتشتغل في القاهرة الأول بعد كده في المحافظات يعني ولا هي على مستوى الجمهورية مرة واحدة يعني ولا إيه لا الحقيقة هي إحنا هنبدأ من القاهرة الأول وبعدين عندنا الصعيد بعد كده عندنا البحل أحمر فهنبدأ بحقيقة بمراحل لكن إحنا قريدي فيه وحدات ركبت بالفعل في محافظات تانية جلوادي جديد إحدى الفنادق البيئية وصلوا ومرتبط بالشبكة ده بالفعل وده تم عشان كده رغم الأزمات المالية الموجودة لقطاع السياحة إنما هو بدأ بنفسه وده اللي إحنا بنطالب به بقية الشركاء في الوطن ممكن ندعم السياحة فعلا من قدرة زي دي طبعا طبعا المصانع لازم تاخد خطوة مش لازم أقوله حاول المصنع كله أنا بقوله ابدأ بخمسة في المية ابدأ بعشة في المية بس لو إحنا عندي خمسين ألف مصنع كل واحد بدأ بـ 2% بعد نسبة كويسة جدا بس نبدأ الأول بس أحمد موسى احنا نشكرك شكرا جزيلا وأعتقد أنه منحييك أكيد على هذه المبادرة هي لسه زي أقولي بادئة وبتقول يا هادي بس لازم ندعمها ندعمها بشكل كبير جدا دورنا هنا في الإعلام أعتقد أنه نحاول نعمله وأعتقد أنه إحنا حنتقابل تاني أكيد ونتكلم عن تطور هذه المبادرة ومين عارف يوم الأيام ممكن تكون زي ما إحنا الولايات شايفين عادي جدا العربيات بالغاز وتاكسيات بالغاز كمان نشوف أن الطاقة الشمسية بقت حاجة عادية جدا أنا بس في أشكرك وفي النهاية بس عايزة أواجه حاجة للمستمعين أقول لهم الآتي فيه الكاميرا أن مصر بتمر بمرحلة صعبة وعصيبة كل فرد في شعب مصر لازم يشارك ويبقى إنسان إيجابي زي ما قالنا في اللقطة اللي فاتت كفانا كلام ابدأ بنفسك اتحرك لك فرصة تساهم إيجابي في حل مشكلة مصر بتمر بيها شكرا شكرا خير الكلام شديدنا نروح للفاصل ونرجع الثاني